كما أقرأ التلفزيون المصري لقاء خاصاً مع وزير تخطيط استخدام الأراضي بالكنغو الديمقراطية وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ بشارم الشيخ سيد الوزير التخطيط شكراً لوجدك معنا ومشاركتك في مؤتمر كوبا 27 هنا في شارم الشيخ نحن جميعاً سعداء بوجودنا ومشاركتنا في المؤتمر أهم ما هي أفضل الأمثلة فيما تعلق بخطط ومشروعات التنفيذ التي ربما لكونها أهداف طويلة من مدى خاصة في بلادكم كما تعلمون أننا كما قلنا من رئيس الوزراء من قبل الوضوح أن من أحد أكثر الأمور أننا دولتنا تهتم كثيراً بتغير المناخية عن غيرها من الدول حول العالم لأن لدينا في بلادنا أكثر من مشروع ونقول أن نحن نحاول أن نحافظ على الغابات وأن نبتعد عن إزالة الغابات وهي أساس بالنسبة لنا كما تعلم أنه من أكثر الأمور التي تحتاج إلى الحماية في الوقت الرهن ونحن أيضاً ننتظر ونتطلع إلى التمويل لأننا لدولة يتشار إليها ليست فقط في مصر التي لديها الكثير من المشاريع لكن نحن هنا في بلادنا نحتاج إلى كثير من المشروعات في البناء التحتية والمدارس والمستشفات نحن آتينا هنا بوفد كبير ووزراء لمناقشة كافة الأهداف والتي يمكننا أن نصل إليها فيما تعاليها تغير تحلق بالتنفيذ وكيفية الوصول إلى التمويل حتى يمكننا مشاركة فيها تغير المناخي أذن ماذا عن كما تعلم أنه مؤتمر المناخ 27 هو مؤتمر التنفيذ ماذا عن خطط التمويل أو ما الهدف منها هل تتفق على ما تم الاتفاق عليه من خطط اليوم بلادنا نعتبر نفسنا أننا من الدول أكثر تلوثة في بلادنا ولكن تسألنا أن نقلل من التلوث نحن كما قلت نحن نتحاول أن نتغلب على إزالة الغابات وأيضا نحن بلادنا تحتاج إلى تمويل لأن لدينا مشروعات كثيرة لا نريد بحاولة عملت عادة إعمار كيف لنا نبني الدولة وأن نصل إلى التمويل إذا نضينا إلى المستقبل ستجد أن في بلدنا كعضوا في الحكومة لا يمكن الوصول إلى المشروعات التمويلة التي قد تكون بقدرها مليارات لكن المليارات لم تأتي إلى بلادنا نحن لدينا عديد من المشروعات بحاجة إلى التنفيذ كيف لهذه الإجراءات الملموسة المتخضة هنا في قمة التنفيذ وهذا هو الإسمة الرئاسية لهذا المؤتمر كما تعلم أنها مؤتمر التنفيذ كيف لنا أن ننفذ بخطوات ثابتة لهذه الخطط عندنا في بلادنا في حكومتنا لدينا مشروع ضخمة يقال يضم من بينه مشروعات 145 مشروع وهذا البرنامج الشمولي يحتاج إلى بناء مدارسين في كافة أنحاء البلاد وأيضا مراكز طبية وأيضا بناء الطرق حتى يساعد الناس في الإنتاج وتقليل من التغير المناخي كل هذه المشروعات في مجملها كما قلت 145 مشروعا لكن البرنامج بأكماله يحتاج إلى تكلفة تتروح من مليار إلى 6 مليار ونحن نحتاج إلى التمويل وهذا هو التحدي بالنسبة لنا وهذا من أجله وضعت الاتفاقية الأمم مع المتحدة شكرا جزيلا على وجودك معنا ووجودك في بلاد السلام وأرض الحضارة شكرا جزيلا على وجودك معنا